موسيقى مخدمة في العلوم السياسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بحضراتكم في محاضراتنا المتعلقة بمدخل في العلوم السياسية في هذا المقرر أو ضمن خطة هذا المقرر تحدثنا بشكل موجز عن فرع مهم من العلوم السياسية وهو النظم السياسية المقارنة في هذه المحاضرات سنبدأ حديث آخر عن فرع آخر مهم من العلوم السياسية وهو علم النظرية السياسية ومثل كافة المفاهيم والقضايا المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والسياسية هناك إشكاليات مرتبطة بهذا الفرع من العلم بمعنى أن البعض لا يرى والبعض لا يضمن النظرية السياسية ضمن العلوم السياسية لأن هناك نزعة هامة جدا في العلوم الاجتماعية وهي النزعة التجريبية التي تؤكد على أن كل ما لا يمكن بحثه وإثباته بشكل تجريبي لا يعتبر علم قد يعتبر أدب قد يعتبر فلسفة لكنه ليس علما ليس شيء يمكن إثباته بوجهة نظر علمية ومن هذا المنطلق البعض يرى أن النظم السياسية المقارنة بما أننا يمكن أن نقوم بإجراء مقارنات وجمع بيانات والحديث عن مؤسسات سياسية عن سلوك سياسي بشكل يمكن إثباته تجريبيا إذن هذا علم أما النظرية السياسية المتعلقة بالفكر المتعلقة بالفلسفة السياسية هذه ليست علما وإنما هي قد تكون أدبيات قد تكون كما تحدثت فلسفة ليس علما لكن هذا الجدل ربما يعني ليس ما يهمنا الآن الذي يهمنا الآن أن هناك فرع مهم جدا من علوم السياسة هو الفرع المعني بالأفكار المعني بالأيديولوجيات النظم السياسية المقارنة تعنى أكثر بالمؤسسات السياسية والعمليات السياسية والسلوك السياسي النظرية السياسية تعنى بالأفكار تعنى بالأيديولوجيا تعنى بقضايا مثل ما هو العدل أو مثلا ما هي المساواة أو ما هو نظام الحكم الرشيد ما هي الدولة الفضلة وما هو العلاقة المثالية ما بين الفرد والمجتمع هذه القضايا لا تحسم ببحث تجريبي أو بعض المعلومات وإنما هو قضايا قيامية قضايا لها حمولة من فكر من قيم من أخلاق من مرجعيات أخلاقية من مرجعيات دينية مختلفة ومن ثم هذا الفرع من العلم يعني كما ذكرت بالحديث عن القيم بالحديث عن الأيديولوجيا بشكل أكثر شمولا ومن ثم هذه المحاضرة وما يليها من محاضرات سيكون حديثنا مركزا فيها على قضايا نظرية قضايا فكرية وفلسفية مرتبطة بالمجال السياسي مرة أخرى بالتأكيد لا يمكن الحديث عن هذه القضايا فقط في هذه اللقاءات الموجزة وإنما فقط أعطي حضراتكم إطلالة على بعض الإشكاليات وبعض الجدل الذي يدور في هذا الفرع من العلم قبل الحديث وقبل الانتقال إلى موضوعات النظرية السياسية وإعطاء بعض النماذج حول الجدل القيمي والجدل الفلسفي والفكري في هذا العلم لدينا مهمة أساسية وهو كيف نعرف الأيديولوجيا كيف نفهم هذا المصطلح الغامض الذي يعني يعتبر البعض أحد أكثر المصطلحات غموضا في العلوم الإنسانية الأيديولوجيا باختصار هي بالترجمة حرفية هو علم الأفكار وهو مصطلح حديث مرة أخرى يعني حديث نسبيا طبعا يعني يعود إلى حقبة الثورة الفرنسية عندما كان هناك رغبة في عقلنة كل شيء ووضع كل شيء في إطار مادي عقلي علماني بشكل أو بآخر ومن هنا كان أحد المفكري هذا العصر لديه هذا الطموح أن يكون لدينا علم للأفكار هذا العلم يدرس كيف تنشأ الأفكار وما هو السياق الذي تتكون فيه وبالتالي يمكن كما تحدث هو كما أن كل العلوم تنشأ من الأفكار عندما أدرس الفكر إذن أنا لدي ملكة العلوم كما تحدث هذا هو علم العلوم هو علم الذي يبحث كيف تنشأ الأفكار بشكل أولا علماني بمعنى أنه يرفض كل المرجعيات الفكرية الغير غير علمية بين قوسين بمعنى الحديث عن مورئيات عن وحي عن متافيزيقة عن فلسفات غيبية هذه مسائل لا تحسم أو هذه مسائل لا يعترف بها في هذا العلم هذا العلم يدرس الأفكار بشكل علماني وأيضا بشكل مادي نزعة مادية بمعنى أن هناك شيء ما يمكن أن يدرس بشكل مادي مثل العلم ويمكن تحدثنا هذا في سياق محاضراتنا عن هذا المفهوم هذه النزعة التي كانت تطمح إلى وضع كل شيء في المعمل وضع كل شيء في المختبر كل شيء يمكن أن يتم بحثه وفحصه بشكل مادي وبشكل تجريبي ومن ثم في هذا السياق كان الحديث عن الأيديولوجيا كأحد محاولات عقلنة وعلمنة العالم الأفكار طيب الآن هذا أمر كان من 200 عام تقريبا خلال تطور الوعي السياسي وتطور الفكر السياسي أصبح هناك مفهوم مختلف حول الأيديولوجيا هناك عدة مدارس فكرية مختلفة رأت الأيديولوجيا من وجهات نظر مختلفة مثلا الأشهر في هذا السياق هي المدرسة الماركسية التي رأت بما أنها ترى كما سنتحدث لاحقا أن الوعي البشري والأفكار هو ينتج من حقائق مادية إذن الأيديولوجيا ببساطة هي الوعي الذي يمثل طبقة اقتصادية ما إذن بالنسبة للماركسيين في منظومة المجتمع هناك استفاف طبقي والأيديولوجيا هو الوعي الذي تكتسب الطبقة نتيجة وضعها الاقتصادي والمادي في هذا الاستفاف المجتمعي فيمكن حديث عن وعي لطبقة الارستقراط وعي لطبقة الطبقة البرجوازية أو الطبقة الوسطى وعي للطبقة العاملة وكل وعي من هذه الأنماط هو أيديولوجيا في حد ذاته ثم أن هناك تطوير في هذه الفكرة بمعنى أن الذين يوجدون في قمة هذا الهرم الاجتماعي يصغون وعيا كاذبا لمن هم في الطبقات الدنيا الطبقات المسحوقة إذا سألنا أنفسنا لماذا يقبل مجتمع ما بأن يكون غالبية هذا المجتمع يتمتع بـ 20% من ثروات هذا المجتمع و20% من هذا المجتمع يتمتع بـ 80% من ثروات هذا المجتمع هذه الفكرة التوزيع غير المتساوي للثروة لا يمكن قبوله إلا في ظل وعي كاذب يرى أو وعي مصنع يرى أنه من الطبيعي أن تكون أنت تعاني حتى تحصل على لقيمات وحتى يستطيع أن توفر حاجات أساسية وهناك من ينفق ويصرف الملايين في أمور ترفيهية وإلى غير ذلك ومن ثم الفكر المركسي رأى أن الوعي الطبقي أن الإديولوجيا هي وعي طبقي وأن كل الطبقة التصادية لها الوعي الخاص بها ثم رأت أن هذا الوعي لا يصنع بشكل تلقائي بل يصنع من قبل الذين يقفون على قمة الهرم الاجتماعي حتى يقنعوا الطبقات المسحوقة بهذا الوضع الغير سوي وستتحدث عن هذا الأمر لاحقا في محاضرة أخرى هناك تعريف الأيديولوجيا من وجهة نظر الفكر الفاشي الذي يجسد أيديولوجيا بمعناها الصلب والمصمط بمعنى أن الأيديولوجيا وفق العلماء السياسة في الخبرة الفاشية مثل النازيين أو الفاشيين في إيطاليا يعبروا عن ما أسموه بأشباه الأديان أو الأديان السياسية بمعنى أنهم طوروا أفكار سياسية مرتبطة بنظم الحكم ومرتبطة بتوزيع الثروة والسلطة داخل المجتمع لكنهم أطفوا إليها مساحات قداسة قداسة للزعيم السياسي فأصبح الزعيم السياسي في وضع شبه تأليهي أو أنه تماثيله في كل مكان يؤدى له تحية خاصة التحية الشهيرة لهتلر وغيره ويتم تداول كتاباته ومقولاته وكأنها كلام مقدس يعني يلقن الأطفال في المدارس يكتب في الشوارع ويقام احتفالات وطنية بهذا العلم وبهذا الرمز وكأنها احتفالات دينية وهكذا والأهم من ذلك أن هذه الأديولوجيا نسق مغلق يرفض الآخر بمعنى أنه لا يقبل بالآخر هو الحق المطلق هو النظام الأمثل وغيره من الأفكار هي أفكار ضالة ومنحرفة فهو لا يقبل بالتراقح مع الأفكار الأخرى ومن ثم الأديولوجيا في نسختها الفاشية الشمولية هي مذهب سياسي شامل يدعي احتكار الحقيقة فيه مسحم القداسة دفعت بعض علماء السياسة إلى تسميته كما ذكرت بالأديان السياسية الفكر المحافظ ينظر بارتياب الأديولوجيا بمعنى أن الفكر المحافظ عرف الأديولوجيا باعتبار أنها مجموعة مجردة ومنظمة بدرجة عالية من الأفكار وهذه مسألة عجيبة إذا سقلنا أن وصفنا منظومة أفكار أنها مجردة أي أنها ليست تفصيلية ولا جزئية بل هي أفكار مجردة ومنظمة بشكل عالي هل هذا مدح أم ذم؟ في الواقع بالنسبة للفكر المحافظ هذا زم لأن الواقع مركب بشدة والواقع معقد بشدة عندما يكون لديك وعيا أيديولوجيا كثيفا فأنت ترى الواقع فقط بعين هذه الأيديولوجيا إذا كنت مركسيا أورثوزوكسي كما يقال أو متعصبا ترى كل شيء نزاع طبقي وصراع على المادة والثروة إذا كنت فاشيا ترى أن كل شيء عضوان على وطنك مؤامرة خارجية على وطنك وكل ما يدار في هذا العالم هو موجه ضدك إذا كنت دينيا مطرفا ترى أن كل ما يدور هو عداء لهذا الدين ومحاولة لمحاربة هذا الدين أي أن كان السياقات فمن ثم الفكر المحافظ عندما عرف الايديولوجيا عرفها باعتبار أنها مجموعة مجردة ومنظمة بدرجة عالية من الأفكار السياسية بمعنى أنها لا تستطيع أن ترى الواقع السياسي بتعقده وترقبه كأن إنسان لديه عمى ألوان لا يرى إلا فقط ألوان بسيطة والواقع أكثر ثراءا وأكثر تنوعا من ذلك فهذه تعريف الايديولوجيا من مختلف المدارس الفكرية والايديولوجيا لكن هناك تعريف بسيط جدا إجرائي كيف نعرف الايديولوجيا ببساطة هي مجموعة متماسكة بدرجة أو بأخرى من الأفكار مجموعة أفكار تشكل قصة ما تشكل رؤية متكاملة بدرجة أو بأخرى حول كيف نرى الواقع السياسي وما هو الواقع السياسي الأفضل وكيف ننتقل من هذا الواقع الحالي الغير جيد إلى الواقع الأفضل فنجد هنا الايديولوجيا عبارة عن منظومة أفكار سياسية متماسكة بمعنى أنها تحكي قصة ما كما ذكرت لها تماسك ما وهي تخبرنا أن الواقع فيه بعض الأمور الجيدة وبعض الأمور السيئة نحن نريد أن نصل إلى واقع أفضل مثلا في توزيع الثروة في علاقة المجتمع بالدولة علاقة المكونات المجتمع بعضهم البعض علاقة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل داخل المجتمع مختلف هذه علاقات السلطوية داخل المجتمع وتقول لنا أنها ترى أن هذا هو السبيل للانتقال من هذه النقطة من هذا الواقع الغير جيد إلى هذا الواقع إلى هذا المستقبل الأفضل فهذا تعريف إجرائي جدا يحاول أن يهرب من كل وجهات النظر الأيديولوجية والمذهبية في هذا السياق يبقى في النهاية الحديث عن تصنيفات الأيديولوجيا هناك تصنيفات شهيرة أن هذا يساري وهذا يميني وهذه تصنيفات حقيقة تعود إلى وقاعة تاريخية أثناء حقبة الثورة الفرنسية عندما كان يجلس القوى الثورية والديمقراطية الأميل للتغيير الجذري الأميل للمساواة والديمقراطية على اليسار فأصبح اليسار هو علامة على القوى الثورية التي تنادي بتوزيع أكثر للثروة توزيع عادل للثروة توزيع أكثر للسلطة وتغيير جذري الآن تغيير واسع ليس فقط إصلاح مؤقت ثم على اليمين في البرلمان كان يجلس القوى المحافظة لتحاول أن تصلح ما هو قائم ألا تغيره بشكل جذري وليتؤمن بأن هناك هرمية ما في المجتمع أن الفكرة المساواة هي فكرة غير مقبولة وغير قابلة حتى للتنفيذ فهذا تصنيف اليمين واليسار إذن بشكل أو بآخر وفق التصنيف أولي نجد الشيوعية والاشتراكية على اليسار نجد الفكر الفاشي والمحافظ على اليمين نجد فيه النصف الفكر الليبرالي بشكل أو بآخر لكن كما ذكرت هذه التصنيفات أولية جدا لكنها دارجة على الألسنة لهذا أحببت أن أشير إليها بشكل موجز وسريع في هذا اللقاء تحدثنا عن النظرية السياسية تحدثنا عن الايديولوجيا كيف نشأت هذا المصطلح وكيف تطور وما الذي يعنيه بشكل إجرائي وكيف يتم تصنيف اليميني واليساري في لقاءاتنا القادمة سنتحدث عن بعض الموضوعات الهمة وبعض الجدل الأساسي حول القيم والنظريات السياسية بين واختلف الايديولوجيات نلتقي على خير في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة